يصادف تاريخ العشرين أوت من كل سنة ذكرى لحدثين بارزين في تاريخ الجزائر الحديث كان لهم الأثر البالغ على الثورة التحريرية واستقلال البلاد هجمات الشمال القسنطني عام 1955 ومؤتمر الصمام عام 1956 هجمات الشمال القسنطني بقيادة زيغود يوسف جاءت كرط على محاولة الجيش الفرنسي لتطويق وإخماد الثورة الجزائرية من جهة وتخفيف الضغط على منطقة الأوراس المجاورة من جهة أخرى استهدفت العملية كافة المنشآت والمراكز الحيوية الاستعمارية ومراكز الشرطة والدرك في المدن ومزارع المعمرين في القرى والأرياف في أكثر من ستة وعشرين مدينة وقرية وإن اعتبرت هجومة الشمال القسنطني النفس الثاني للثورة يعد مؤتمر الصمام بمثابة أرضية في عمر التخطيط أوثبة في العمل الاستراتيجي للثورة خلصة لتوحيد النظام العسكري والسياسي ووضع خارطة جديدة للجزائر وفقا لظروف الحرب آنذاك وتنصب مجلس وطني للثورة ولجنة تنسيق لتحول تاريخ العشرين أوت ليوم وطني للمجاهد كتعبير عن الوفاء لهم واستذكار لما قدموه في سبيل أن تحيا الجزائر حرة وأبيا ترجمة نانسي قنقر